لك أعزائنا المستمعين يوم ما قد نهدر على وحد الموضوع اللي هو كعلاقات وكنعيد العلاقات هي واحد المسألة اللي هي قديمة جدا كان كيتعبر عليها يمكن بطرق أخرى ولكن دبا ربما صبحت واحدة تسمية قرى لما يعرف بالعلاقة السامة شنو هي هاد العلاقة السامة ولكن قبلا كما كان عرفو وهذا كيهدروا عليها الخبراء والمختصون في علم النفس كيتحدثوا على أن الإنسان كإنجتماعي بطبعه الحالة الاستثنائية هو الأشخاص اللي كيبغيوا العزلة وكيبغيوا أنهم يكونوا بحدهم يمكن يبغيوا يكونوا بحدهم في بعض الأحيان ومشي دائما طبيعي أن الشخص ينسج علاقات علاقة أسرية علاقة عائلية علاقة مع الموحيط علاقة زمالة علاقة صداقة عنا واحد المجموعة دي العلاقات اللي كان بنيوها واللي كان قموا بمجهود من أجل إنجاح عاد العلاقات فكنحتاجوا للآخر في حياتنا باش أننا نهضروا باش أننا نتعودوا باش أننا نتعاونوا باش أننا نتشاركوا باش أننا نتبادلوا فهدي كتدخول دائما في الإطار الطبيعي في إطار هذ العلاقات هذي بعد الأحيان كنلقوا علاقات اللي ما كتكون شي ناجحة ممكن تكون فاشلة بعد الأحيان ما نقدرش نقوله ناجحة ولا فاشلة ولكن كتكون ديك العلاقة كينا في حياتنا وكتعطينا تأثيرات سلبية وهنا المختصون كيسمي واحد النوعية دي واحد العلاقات كيسميها العلاقة السامة فهذه الحصة هذه أعزائنا المستمعين غادي نحاولوا أننا نشرحوا ونحلوا ونفهموا شنو هي العلاقة السامة ومعا منك تربطنا هذه العلاقات السامة وبالتالي واش ممكن أننا إذا لقيت شخص كيش كلي يعني في علاقتي به تعتبر علاقة سامة واش غن نساحب أو لا غنصححها أو لا غنصلحها هذا ما غدي تشرحوننا كتار دكتورة فاطمة زهرة وامل اللي هي أخي سائية نفسية كلينيكية مرحبا بك معنا الله يبارك فيك شكرا لك فرحانين دائما بلوجود ديالك دكتورة كتشرفنا الله يجزيك بإخر الله يجزيك بإخر شكرا جزيلا عايزة أنه ممكن تتواصلوا معنا تتصلوا بنا طبعا على صفحتنا في الفيسبوك كينا في صفحتنا في الفيسبوك حاليا ممكن تعملونا تعليقات مشاركات على كابغا جيو ماغوك مختلف مواقع التواصل الاجتماعي على أثير كابغا جيو وعلى الأرقام ديالنا المباشرة 05-30-33-33-33-0-5-30-94-44-40 نبدأ في البداية نحن نحتاج للآخر مهما كان هذا الآخر ومختلف أنه على العلاقة تعريف اللي أعطيتي حنان صحيح ميفل في الفيئة أننا نحن كائنات اجتماعية بالطبع ديالنا ما كان قدرش نعيشه من غير الآخر وإلا بغنقوله الدليل على ذلك هو مني كانت زادوا مني كانت خلاقوا إلا ما كانش الآخر ما ممكنش نستمروا في الحياة طبيعي وذاكش علاش كتبقى دائما ذاك الحاجة إذا مني كانت زادوا حنا بحاجة للآخر أكيد إلا ما كانش الآخر ما كتكونش الحياة أمني كان قوله الآخر كان نهضروا على العلاقات الإنسانية العاطفية هي أول حاجة اللي كتبنينا كإنسان باش يمكننا نستمروا في الحياة لأننا مثلا كنشوفوا باللي كان بعض الأشياء اللي خاصة تكون اللي هي ضرورية بحل الأكل النوم مثلا ولكن إلا توفرات عندنا هذه الأشياء من غير العلاقات العاطفية إنسان ما كستمرش في الحياة دائما خاص دراجة نعم تنهى درجة طبعا كانوا الداروش حال هذه دراسات اللي كانت خصوصا مورال الحرب العالمية الثانية كانوا توفو بزف دي الأمهات بزف دي الأباء وكانوا بقوا بزف دي الأطفال صغار ردع ولاحظوا واحد ظاهرة كانوا اسموها ديك الساعة في ديك الوقيتها الوسبيتاليزم شنو كيعني وأن دوك الأطفال كاملين جمعوهم في المستشفى وكانت الرعاية تتحدد فقط غرف كي أعطوهم يأكلوا وكيمشوا كي بطلوا لهم وكيمشوا ولقوا بأنه عدد كبير من دوك الأطفال تشوفوا معاش مع العين لا يوجد المشاعر لا يوجد العواطف لا يوجد الحب لا يوجد الحب إذا ما يحتاجوش غير المكلة وتبدالوا هذا أكيد ولكن لابة أخر سواء الأمة أو الأب ولا شي حتى تقريب اللي يعتك ديك المشاعر واللي غير عبدك الدور ديال غير يجب لنا ديك إشباع العاطفة إشباع العاطفة وبالتالي كم قوحيتنا كاملين محتاجين لأننا نبنيو علاقات مع المحيط ديالنا والإنسان اللي كيكون سليم وسوي نفسيا كيكون كيربط علاقات اللي هي سليمة وسوية طبعا وبعد الأحيان كنربطوها ديك العلاقات وتستمر العلاقات بدون وعي أننا كنسهم في إنجاح ديك العلاقة لأن العلاقة ما كتنجحش بوحدها أكيد مهما كانت العلاقات gospel يعني ولو ديك العلاقات الطبيعية اللي بعد المرة الإنسان كيقول لا هذا ولدي خسني نهتم به خسني نعطيه خسني نعط في فعله خسني نحبه خسني يعني تهد من نوع العلاقات هذه القوية فإذا ما كانش فعلا العاطاء والعاطاء المتبادل مكتنجحشي هذا النوع ديالعلاقات فما بانك بالعلاقات الاجتماعية الإنسانية الأخرى إذا من أجل نجح العلاقات الطرفين فهذه العلاقات إذا كان ينتهي وكيف نقول تأتيت من الطرفين طرفين يصنعون مجود أي علاقة كانوا نحن نغذيه كانوا يهتموا بالعلاقة لن أريد ان تستمر من كل الطرفين في العلاقات التي تلقوا فيها غير شخص الذي يحاول أن يجعل العلاقات تستمر فأخي المطف لا تستمر لأنه لا يستمر أنت تتعلم من هذه العلاقة أي علاقة كيفما كانت يجب أن يكون فيها أخذ ورد وفي أي علاقة كيفما كانت ستأخذ دائماً على أن أخذ دائماً يستطيع أن نأخذ دائماً وليس أحدهم بالضبط وكل إنتظر من الأخذ من المتحدث مرحباً بكم تتحصلوا معنا ما هي العلاقة السامة وما يعيش أنتم ماشي علاقة سامة نبغي نعرف وجهاتنا الدركون في هذا الموضوع هذا أرقمنا هي 05-33-33-33-33 05-34-44-44 وكنلاحظوا بزافة رجاح هذا المصطلح يستعمل بكثرة سواء من عند مختصين أو من غير مختصين والناس العاديين وكنشوفوا واحد الكلام كتير على مواقع التواصل يقولوا أنا عندي علاقة سامة بغيت نتخلص منها أنا بغيت نهرب من هذا العلاقة أنا بغيت نتشافة منها فالحديث أصبح كثير على ما يعرف بالعلاقة سامة فكنتدروا المكالمات والمشاركات ديالكم كذلك تعليقات على صفحتنا في الفيسبوك إذن دكتورة شنو رأيك على أننا ندخلوا للموضوع ونهدروا ونوصفوا ونشرحون الناس ما يعرف بالعلاقة سامة فمنك نقول علاقة سامة يعني الحاجة قبيحة مسمومة فيها السم تحمل اسم ديالة علاقة سامة وأكيد أنه مؤخرا ولينا نسمعه بزاف هذا المصطلح هذا علاقة سامة شخص اللي هو عنده واحد طبيعة اللي هي سامة نوك نسمعه بزاف ولكن ولا كيتستعمى شوية بعشوائية يك إذا بغينا نقوله نزون هات فعلا ذك شاش نجيو بس نصحه واحد شوية ونوضعه واحد لكاد شخص اللي كنا نهضره عليه إذا بغينا نعرف وشنا هي العلاقة سامة هي كل علاقة اللي كيكون فيها واحد ضرر على الشخص أو لمجموعة أشخاص هاد الضرر يقدر يقيس هادك الشخص يا إما عاطفيا أو لا نفسيا أو لا حتى جسديا ناخد المكالمة ونستمر سلام عليكم أهلا سلام عليكم أهلا وسهلا مرحبا شكو معنا شكو معنا شين عاء اسمح لي شاي ماء شين لا غيحة داكو داكو مرحبا بيك لله تفضل تفضل مرحبا قل لي سؤال ديالك وللمدخلة ديالك أنا كان عاني من هذا العلاقة سامة واحد مرت 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 ولدي مرت ولدك كان أعطيها كل شي أهلا أعطيت فرحانا وعطيتها الحكم ماشي وهي غيم عن نفا وغيها الضرطة وإي غيم أضر منها كالبنزب وما تعديني وما تفقش أضر من الآل ومنع الولاد ماشي وش عندي ومتبين كوي وكان عاني فتفن هكا على فتحام ببعث وني الحم شناندي تبارك الله عليك لله شكرا جزيلا على التواصل ديالك وعلى المشاركة ديالك دائما أنا سمعت المدخلة أنا غدين أقول لك دكتورة أعزاء أنا أرقمنا هي 05-33-33-33-33 05-33-34-44-40 الحديث على العلاقة السامة شنو هي العلاقة السامة والدكتورة أعطت واحد الإشارة اللي هي مهمة جدا وهو صباح هذا المصطلح يتم متداوله بطريقة عشوائية وبطريقة غير صحيحة عندي المكالمة يوسف باش من قطعشي الدكتورة ناخد مكالمة إذن سفي قبل ما تجاوب على هاد المتدخلة ديك ساعد نقول لك بالضبط شنو قالت كنتي كتشرحنا شنو هي العلاقة السامة وحنا كيهمنا بزف أنك تعاود تعطينا هاد نعم باش نوضعه ايطار العلاقة السامة باش نعود التذكير هي كل علاقة اللي كتكون فيها بعدها علاقة يعني كين العلاقة كين ججد ناس كين ججد ناس كتشبعنا شي حاجة معينة كنت خدمة كنت حب كان شيء آخر صداقة أو لأشياء أخرى دونك جوج ديال الناس اللي كتجمع بيناتهم شي حاجة ولكن هاد العلاقة كتولي ضارة لطرفين ما ضارة من جانب يقدر يكون جانب العاطفي ضارة من الجانب النفسي أو اللي حتى من الجانب الجسدي يعني كين واحد الضرر اللي كي ياخدو داك شخص كين معانات معانات في العلاقة كي يعاني من من شيء معين اللي كيكون يتكرر كيتعاود في ديك العلاقة للإنسان كل قراصه ما بقاش مرتاح فيها ولا خصو يخرج منها ولا ما بقاش لا قراصه مع الآخر بعض المرات أنه خصو يخرج منك يخليها كآخر مرحلة وبعد الأحيان بعض نعد العلاقات يا صعب أو لا يا ساحل بعض المرات علاقة سما تقدر تكون مع الوليدين تقدر تكون مع الأبناء تقدر تكون مع الخو تقدر تكون مع الزوج و الزوجة فباش نوصلوا ونتاخدوا القرار ونقولوا أننا سنخرجوا أو لبعد المرس تقول يا ساحل لا يمكنش أو لخصنا شي تخريجة أخرى أو لخصنا شي حل آخر إذن العلاقة السامة هي العلاقة بين طرفين طبعا وكيكون واحد شخص متضرر يعني كيصيبه الضرر النفسي العاطفي والجسدي كذلك وهذه مسألة مهمة بزف ديال ناس ما كيتخيلوش على أن علاقة ممكن تسبب لي ضرر جسدي ممكن أنها تسبب ضرر جسدي مني كان قولوا أنه يكون ضرر بعضا يعني حاجة تضر لإنسان تقدر تضره في الجسد ديال ولكن مثلا عنف جسدي مثلا عنف جسدي أو لك يقدر بعد الأحيان المعاناة العاطفية والنفسية تؤثر على الجسم كيف يبنوا أعراض كيف يبنوا أمراض كيف يبنوا واحد المعاناة اللي هي جسدية مهم جدا هذا الوصف هذا إذن السيدة ما أريد شدك الاسم دياله قالت شي نعين مع لينا عند العلاقة مع مرات ولدها وقالت على أنها مضرة مننا بزاف كيف تتعامل معها قبيح قالت في الششتة وعطيتها الحانة وخليت مدرت معها ولكن دائما كتتعامل معي خايب وكتغضب وكتنفاعل وتن درجة كتتحرمة من الحفاية دياله فكنتخيل أنا جدا عند الحفاية دياله كتبغيهم كتبغي تشوفهم ولكن هاد السيدة هدي كتمنعها من أنها تشوف الأحفاد ديالها واش كتشوف علقة سامة هدي واش ممكن نعطيها الوصف صراحة إلا خدينا غير حدود شنو اللي توصف فهد المكالمة هدي ممكن أننا نفهم أن هذه السيدة عندها معاناة كتعاني من الوضعية الحالية اللي كينا مع الزوجة ديال ابنت ولكن باش نحكم مع العلاقة اخصنا نبدو من الأول لأن في بعض الأحيان من الأول العلاقة في بعض الأحيان كنقدروا مثلا أننا نكون نارا كنا نسامين مع واحد الشخص مثلا ولكننا كنتصرفوا معها كنتصرفوا معها مثلا بواحد طريقة اللي هي ضرة وذلك الشخص مني غيرتغير احنا نقول لنصو بأن العلاقة ولا تسمى أنا ما كان نقولش أن هذا شي هو اللي كين في المكالمة أبدا ولكن فرصة باش في تحتي هذا القوس وشرحتيننا تكونوا مراجعات ونشوفوا مني بدت العلاقة واش هاد شي كان من الأول في حلاك داوش في إعلام السيدة من الأول هي مغيرة ما كانتبغيش توصلة لهذا المنع هذا اللي هو صراحة نوخمعت فين توصل العلاقة كيف ما كانت ما خلاش نمنعو الأطفال أنهم يشوفوا جداتهم ما منعوش هاد العلاقة هذي ما منعوش أب يشوف الأبناء وما منعوش أم تشوف الأبناء ديالها ما خلاش ندخلوا أطراف آخرين كتبقى إلا كانت شي مشكل في العلاقة تبقى غير يندوك الطرفين بحديتهم ما كي لاش ندخلوا معنا ناس أخرين باش نوصلون هاد الحالة هادية يا دكتورا والواقع في المجتمع ديالنا عنا بزاف ديال العلاقة اللي بالعكس أول خطوة كنضغطوا على الآخر بالآخر يك سيخطر لزاق زامبل اللي ذكرتي الأوم والأب والعلاقة في مبيلاتهم ويكون أصعب الأشياء فرش كنضغطوا بالأطفال لأنهم ما ما عندهم تشي دخل فيتشي يعني ما كي لاش نستعملهم كأدات وخصنا نعرف بأن مراتهم وكي بدأوا يعاني في ذيك الموقف وكين بعض المواقف أخرى اللي كنلاحظوا مثل نرجعنا الموقف ديالات السيدة هادية يقدر يكون الزوج كي يعاني بزاف لأنه وكي بقى في الوسط بين مراتهم ومعارف واشي ديال الخاطر المرتو واشي ديال الخاطر اليماء وذيك تبقى يماء غا تبقى دائما يماء وخا تكون أبشع إنسان وهذيك الزوجة ديال وما يمكن شعود تفرق عليها هنا كي تحط حتى ذاك الشخص حتى هو ربما غيرت تعرض لعلاقاتين سنتين كي يقول لي في الجوج مواقف سامة حتى هو اللي كتخلق له واحد لمعاناة على الأسف وبعا كامل الأسف كنلاحظوا هذي النوع ديال العلاقات في المجتمع ديالنا أعيزة أنا غادي نذكركم الأرقم ديالنا الهاتفية 0-35-33-33-33-33 0-35-34-44-44 كتحدثوا على العلاقة السامة وهي شرحة أنه الدكتور العلاقة السامة هي مليكي يكون واحد الطرف متضرر من العلاقة وكتبان أعراض نفسية عاطفية وجسدية للشخص المتضرر وش دائما الحل في العلاقة السامة هي قطعها أنه كنشعر كأن واحد علاقة سامة في حياتي إذن المفروض على أنني غد نوقف هذي العلاقة هذي وش دائما هذي العلاقات تخول لنا هذي الحل هذا أو ربما ضروري نقترحوا ونشوفوا حلول أخرى إذن مليكي نتحدثوا على العلاقة السامة مع طرف اللي هو قريب وإحنا دائما اللي حد الآن كننضروا على الآخر لأن أكيد أنا محددة محور العلاقة السامة سنكون أنا أنا المسؤول على السم في الحلقة إذن الآخر مليكي يكون الشاريك الحبيب الزوجة والحبيبة أو الزوجة ديك العلاقة اللي هي قريبة يعني مليكي يكون فيها العلاقة شاريك يقدر يكون أب أم يقدر يكون طفل يعني بزاف نذكرون نماديج يعني إحسن الناس يسمعون نماديج نماديج رواقعية أكيد نسمعوه في العيادات أنه يقدر يكون أب مثلا عنده علاقة سامة مع الأطفال يقدر تكون أم احتاية مثلا أعطيني نماديج يعنفهم نفسيا خصوصا نفسي يقدر يكون مثلا أنه يمكن منهم يعيروهم ما يدهاش فيه يقدر يكون لا كريتيك يبقي كريتيكي بسافي تنتقدو ينتقدو وشنو كدريتي وشنو كدري الضغط بساف ديال الضغط عمرهم ما عجبهم شي حاجة ديما ما عجبهم شديما بغين كتار ديما كتطلبوا أكتر من ذاك الشخص يقدر يكون عنف جسادي هاد شي كنشوفوه سمحني هنا الأباكي يقول لك لا أنا هاد كولديو كنربيو كن كريتيكي كن أميليو على السيتياتي ولا بشي ولي حسن ولا بشي كن حسن وش صحيح أو لهادي شي حاجة أخرى ملي كان هادروا على النقد مثلا لأننا كريتيكرا كينجوش أشياء كين النقد البناء وكين النقد وعندو الطرق ديالو عندو الأساسيات ديالو عندو الأساليب كيفاش انتقدك الشخص وكين النقد اللي كي حطم الشخص كان حطمو في اتقاف الذات ديالو حالي كان قولو بدرجة كنوصل للمعيور كسقا غي كتعاير يعني هادم كان قولو الحاجات القباحين شنو كان نبني هنا شنو كان نوصل كريسالة وشنو غان ربي وغان ربي تشي حاجة بالعكس أنا كان هلكو في اتقاف الذات كيفاش هاد غاي تقدم هاد الشخص ولا غادي يعطي أكتار ولا ما يمكنش إذن كين أساليب كيفاش نتقد الشخص وخص دائما يكون توازن رأي الاعتدال رأي مهم في أي شيء في الحياة مني كان قولو الاعتدال ليس دائما غين نقض النقض اللمعيش بنيش ما يمكنش تشجيع ما يمكنش تنويه علش ندار ذلك الشخص خص يكون واحد تعادل لابغنا نقوله وعلش لا تكون كفة غالبة كتر في الأشياء اللي كان نشكر بها ذاك الطفل أو لذك المراهق أو لذك الإبن أو لالإبنة نشكره نقوله تبارك الله عليك هل يريد رتيم زيان يعني ما نبقوش نستعملو غي ذاك ستيلو اللي هو حمر حمر على شنو ما كانش نحن نستعملو حتى ذاك ستيلو الخضر ديال هدي مزيانة هدي عملتها مزيانة هنا فين فين آخر بعد ذا الإبن أو لإبنة يقول لي استقبل مني نعطيه واحد لك خيتيك واحد النقد اللي وبن يستقبلها ماشي غيوضع واحد الغشاء وما يبغيشكا يسمع يعني كثرة النقد ودائما هذا التحتيم هذا كيخلي عدم تقبلك ما كيبقاش يقبل لك ساعة بعد المرتا إذا تعطيتش ملاحظة في بلاسها ما غادي يقبلهاش ما غاديش يتقبلها وما غاديش يسمع شنو كتقول لأنه دائما غايبقى في واحد الجانب ليون دفاع كيدافع لراسو في الدفاع دائما إذا ما غاديش يمكن نوصل له الكلمة جالي ولا نوصل له الميساج جالي وخيكون راف محلو لابعقلو دكشي هلاش هادش كي تبنى من لي كيكون شخص صغير بعدها في العلاقات هادش فيما يخص العلاقات بين الأبناء والآباء ده بف العلاقات الزوجية الزوجية تهي كتبنى من الأول كنشوفو عليش غد تبنى هاد العلاقات الزوجية مع الأسف كينين بعض العلاقات الزوجية اللي في الأول الشخص يشوف حاجة يعني كيكون واحد تلاعب من طرف من إحدى الطرفين أنا دكشتخص في الأول غيبين لك غير حاجة زوينة أنا وراء أفضل شخص اللي ممكن تختاره أنا غاتيش معاه بزيان أنا عنده واحد القيم معينة ولكن هادك اللحظوها بزاف كي تزوج غير كي تزوج وكي بدا يقول لك شفت واحد لوجه أخر واحد لوجه ما كان عارفوش باتاتا يعني في شي قيم مختلفة جدا في شي تصرفات مختلفة ما كيبقى لإحترام يعني كيولو كيبانوا بزاف تيال الأشياء اللي ما كانتش كتبا قبل وهنا كيدخول ذاك ذاك الطرف اللي كيكون كيتفاجأ بهذا الشي كامل كيقدر يدخل في واحد لما نيبولاشون لاخر يلو مانيبول كيكون واحد تلاعب عاطفي بأنه في حالة من رغي صوت من رغي يقول له لا سمح لي يا ما بقيش نعاوذ ما عشنا وقع لي تستغى ماشي بخاطري ماشي هناك يدخل إنسان في تلاعب وخصنا نعرف واحد حاجة مهمة هو أنه أي شخص فينا يقدر يكون ضحية تلاعب أي شخص كيف ما كان ماشي من الأول كنشوفه التلاعب وخنكونه أخصائيين راتحنا نقدروا يتلعب بنا شي شخص معين فين كي كتوقع نحن نقوله النقطة المهمة هي فاش نبدأ نحس بأنني كان عاني أو لا كان خاف من الآخر أنني بدت كذب مثلا على الآخر أو لا كان دير شي حويش بالتخبياء هناك نطرح أسئلة أنه كان شي حاجة ماشي هي هذه العلاقة كينا نقطة أخرى مهما لك اللحظوتي في هذه العلاقة اللي كي كونوما بين زوجين فاش كي ولي كنشوف بالأخر كي أعزلني على العالم لا تنشوف أخوتك وصحابتك ممزيانين وواليدة مرة 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 ماشي بزاف يعني كتشوف أنه منعازل على المحيط الذي فيه الآخر كي أعزلك ماشي غير أو أنت اختار الإنعزال أن الآخر كي أعزلك حتى غير راسك لأن أول تقنية التي يستعملون هذه المانيبوليشون السامة مع الأسف هي كي أعزلوا الضحية ديالهم تقريبا ربما نفس الحالة وحد السيدة التي تقول على أن الزوج ديال في حال قلتي كان مزيان وختاريته كانت علاقة تحب بعد 5 سنوات بعد ما تزوجه المشكل قالت على أنه كي غير عليها بوحد طريقة مبالغ فيها اندرجت على أنه عزلة على العالم وكتقول على أنها كان شعر على أنني في علاقة سامة وما قدرش كيف سنتغلب لا يمكن أن نفاصل عليه وفي نفس الوقت لا يمكن أنني نلقى شي حل يعني يدخل في الإطار ديال العلاقة تسمى نعم أكيد وهذا مثال الحي لذلك نقول أنه في الأول كانت حاجة في تاري ولا تحاجة وحد أخر يعني وش في 5 سنوات ما عرفته ممكن ممكن يكون تلاعب وفي بعض الأحيان راه شو الناس هذول بارئين في فن التلاعب يكون بارئين في فن التلاعب يصبح كوفيزيونال فهذا الشي اللي كيدروا وبعض الأحيان يقدر أنه حتى الإنسان بحد ذات الضحية اللي كتولي ضحية تكون كاتغادة على بعض الأشياء لأن كيكونوش بزاف مشي كتار في ديك فترة التعارف ولكن حتى غيدوزول صافي تزوجو صافي ولات بحل بالنسبة الآخر كيعتبرها ميلك ديالو عاد غاديبان هذك شي بزاف عاد غي كتر نكملو نكملو على التعليق ناخدو المكالمة أهلا وسلام عليكم معكم السلام أهلا وسلام مرحبا الحمد لله يجزيك بيخر شكو معنا سيدي معكم سعيد صادق من مدينة ضر بيضاء مرحبا بيك سيدي مرحبا تفضل مدخلة ديالك أو سؤال ديالك المدخلة ديالي هي عبارة عن واحد الإضافة اللي ما ليجي في الموضوع اللي جيت مرحبا اللي جيت بعنسوما أنا يبغيت نبهل واحد مسألة مرجعية باشتلاح العلاقة بين بين الأفراد أو بين زوجة زوجة حسب الطلاع دينا المتواضع المرجعية المهمة الجادة العالة في خلق واحد التوازن في العلاقات واحد المحبة ومودة في العلاقات المرجعية الدينية اللي الأسلامية بحكم نحن مسلمون طبعا بحكم نحن مسلمون جاء القرآن وجاءت السنة والصدّات لنا الصدّات لنا ما يسمى بهذه العلاقات بين القوسي التي تطلقوا عليه ها الابناء اليوم العلاقات السنة جاء القرآن كي يقولك كتيطلب القدوة لدينا النبي صلى الله 今天 يقول لك فبما رحمة من الله لانت لهم ولو كنت صداً غليظاً قلبي لانتظه من حولك الآن الإنسان يكون لين جانب في المجتمع مع صحابه مع جيرانه في الوسط اللي كيعيش في هذا الجهة يتغادى يقبل الحاجة المزيانة عائلة بانكي شي حاجة مزيانة يغطى رفعليها يقول رانش ما مقصودهاش فهذا الباب كي يقول بي صلى الله عليه وسلم يلتميس لأخيك سبعين عضراً مثلاً قال واحد الكليمة هو مقصدش دار واحد سولوك راه مقصدش مش دائما نحملوا محمل واحد المحمل راه سلبي لا مش المحمل الإيجابي هذا هذه بصفة عامة كذلك بين بابين الزوج والزوجاء ماذا بنا هذيك العلاقة اللي يوصفها الله عز وجل اللي قال كتبنا على المودة والرحمة شو العلاقة كيف صلى الله عز وجل تبنا على المودة والرحمة المودة واحد الحب تيطور وتيصير مودة وهذيك المودة كتصير رحمة كيت الزوج ولا الزوجة في الخرف يعني في العشراء إلى الثالث وكتكون حلوة كتالي بالمحبة كيتخاوى وذوك الزوجين صعيبة على هذيك تخاوى هذ الزوجين عضل لزم صعيبة شوية هذ كيتخاوى وهذ الزوجين هده هو واحد الموضوع اللي إن شاء الله يربي غادي ينثيروا لأنه الزوجين مخصومش يتخاوى خصص تبقى العلاقة الزوج و الزوجة والحب من المرأة لأنها الزوجة ديالك وماشي الأخت ديالك لأن هذا المنطق بعض المرات يجعلنا أن نعدي العلاقة تستمر فقط غير مستمرين ولكن ما بيناتهم وحد الحب وحد الرغبة وحد الشاق وحد اللهفة من أجل الاستمرارية ولكن أثيرتي لي هذه النقطة وكان وعدك إن شاء الله نعمل هذا الموضوع وتجعلنا رقم التليفون نستضفق وتكون معنا وتشارك معنا إذا كان ممكن سيساعد شكرا جزيلا على المشاركة تفضل مرحبا بالعكس مرحبا بك بالنسبة للمخيطة هذه المحبة لحب الأخت ماشي هو الحب الأب ماشي هو الحب للزوجة هو المنفع واحد هو القلب ولكن تختلف طبيعة الشبهة هذا موضوع إن شاء الله ترقوا لي بخير بغيت نقول لك أن نقول كل زوجة مقبلين على الزواج أو لا في العلاقة الزوجية في العلاقة الزوجية نقول لهم كما قم بيس و سلم إذا رأي ذي منها خلقا إذا رضيت منها شي خلق غض نظر الطرف على الخلق الآخر الكامل لله و نعم بيلا 8% كنشوف الأخلاق ديديدي نزيانة و 10% ماشي وما هدو نغضع لها الطرف نتجاوزوا نتجاوزوا طبعا لا من الزوج ولا من الزوجة تبارك الله عليك هذا هو باش تكمل باش تتمر باش تتمر الحياة والعلاقة تبارك الله عليك السيساعيد شكرا جزيلا على المدخلة القيمة تحياتنا لك تبارك الله عليك غادي نعقبوا على السيساعيد ولكن وش عندي المكالمة نستمروا في ديك الحالة اللي كنا كنهدروا على أن الغيرة المبالغ فيها سيدة ما قدرش أنها تنفاصل عليه وكتقول على أنها ما بقدش قدر تتحمل واحد الضغط يمارس عليها وفعلا كما عرفنا في الأول التعريف دي العلاقة سامة هي شي حاجة اللي كتتكرر بشكل غا نقوله باستمرار والإنسان ما كيبقاش قادر يعني بحالة شلي دكرت هات سيدة هذي من لي كنكون في هذه العلاقة هذي اللي كتكون بهذه الطريقة هذي كيف ما قلت قبيلا الوقيت اللي أهم وقتي فاش كنشوف باللي كنا شي حاجة اللي مشي هذيك بعدها أول حاجة دائما الإنسان اللي كيكون كي مارس إلا بغنا نقوله هاد الضغط هاد على الآخر دي ما كيلقاش يسبا يا إما كان غير يا إما لاحظ تخفت هذي 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 واحد مبررات واجدة مبرر باش غادي نبرر التصرفات ديالي ولا الطلبات ديالي شنا هم من هذك شخص أول حاجة اللي خاص يدير هاد الشخص هي يحاول يخرج من العزلة لأن هاد السيدة هذرت على أنه اللي تكتشوف رأسها من عزلة من عزلة عندها محيط خاص أول حاجة تخرج من العزلة تهدر على شنو عندك هدر معاشي إنسان اللي كتتق فيه التاجة الأخيصائي اللي غادي عاونك أخيصائي نفسي مثلا خاصك دروري تخرج من العزلة ما تبقاش بوحدك ما تبقاش بوحدك في أي بلاسة فين كنا بوحدنا وكيتمارس علينا ضغط وكيتمارس علينا شي شيء اللي ما شيء هو هادهك كنحسو برسنا لا حول ولا قوة لنا ما قدرين نديروالو بوحدنا لكشي لاشي يخصنا الموساعدة وبتالي كتأديك كينا مضاعفة ممكن اكتئاب ممكن بزاف حالة شي كي أدل بزاف كيف ما قلت قبيلة كتكون ضارة يا إما لنفس دي الإنسان تقدر تأدي به الاختئاب تأدي به الاضطرابات مثلا تأدي الأمراض جسدية حتى هي أن الناس يجوهم أمراض في القلب أمراض في الظهر أمراض أي حاجة تكون معاناة مستمرة وما نحاولوش لقوة لها حل أو لا سكتنا عليهم خليناها الداخل أرى ها واحد نار كتتخرج كتبان بطريقة ما يا إما عن طريق النفس كأمراض نفسية إما عن طريق الجسد كأمراض جسدية وكينين بزاف دي الناس لأطباء يعرفونهم مزيان كيبقوا ومشوا عند الأطباء ويدوروا عليهم دارني دارني ويقولون ما عندكوالو ما عندكوالو في حين المشكل نفسي خصو المتابعة أول خطمة ما تبقاش منعازية ما تبقاش منعازية مهمة تقلب تهذر معاشي واحد تطلب النجدة قول أنا ما قدرتش كيفاش ممكن تدير لأن الأخر يقدر يبيلك بعض الحلول اللي هي بسيطة اللي ما تبنش لك انت لأنك تحت السيطرة انت تحت السيطرة ومتفر فالا بحلش واحد في البير لداخل كينين تطلب ما على برا غيبان له غيبان له هذي أول مرحلة خاصة تكون تاني وأهم وأهم حاجة أكيد هذي أهم حاجة مجرد أنا ما غدي نهضره نحن تكسعنا مرحلة كبيرة نبدأ ونشوفه علش علش مكشية بعد أن نخرج من هذه العلاقة شنون اللي مخليني مقيد واش أشياء مادية ولا عاطفية ولا فين كين خالال بالضبط هذي هي النقطة التانية مني غادي نعرف شن هو السبب تكساعات نقلب لي إلى الحل ونشوف كيف نخرج من هذه العلاقة كان بعض العلاقات اللي يقدرون بحالة كده يكونوا مثلا سامة بين زوجين أو طرفين كيفما كانوا إلا كان الآخر منفتح للحوار ونقلسو ونهضرو ونقول له فلان أنا هشنو اللي كدرني فات العلاقة هشنو اللي ما مناسبنيش هشون ما مناسبنيش وعندو الآخر القابل للإنصات هيكون هذا أفضل حالة إلا بغينا نقوله مقبل الإنصات مقبل التغيير غتكون أفضل حالة ولكن مني كنشوف الآخر مش دود بالنسبة له هو اللي عنده الحق انت ما عندكش الحق انت دائما ولي مشكل انت اللي فيك المشكل ديك الساعة خاص ضروري أن الإنسان يلقى الحل لراسه ما بقاش نتسنى الآخر يتغير لأنك نشوف سنين ما تغير علش غي تغير دابا ربما كدت غير دك الطرف اللي مضرور اللي كي يمرض أما الآخر راه دار واحد البيئة مناسبة لي مناسبة لي ونساجم معها نظروا على أنا هو السم أنا هو السم بعدها حاجة اللولى إيه لا وعيت بأنني أنا هو السم دجا دجا مزيان 80% دجا دجا مزيان راني صلحت اشتغل نعترف نعترف بأنني أنا اللي كين فيه الضرر في شي حاجة أنا اللي عندي مشكل في التعامل مع بعض المواقف أو في التعامل مع بعض الأشخاص لأسباب معينة راه دار 80% ديال الخدمة على رأسي دونك الاعتراف حداته راه بديت نغير في شي حاجة والمرحلة اللي كتجي الاخرى كتكون أسهل في حالة قلت يوم دائما كجبر المبررات أو لا احنا اللي كنكون نسمي كنلقى مبررات هاعلاش ما شي أنا اللي هذا دوروف ربما ولا الآخر ولا حتش عندي واحد الحالة دو واحد البنيتة هي الصديقة ديالك تقول ساحبتي كتشكل عليها ضغط وكنحس بها كنعيش معها علاقة سامة لأنها دائما كتشكي فويخ ما كنكون معها كتشكي عليها كتشكي عليها وكتعطيني الطاقة السلبية ومصطلح الطاقة السلبية كذلك واللينا كنستعمله بزاف ولكن يا صاحبتي ما كان قدرش نعترف له وهي زماء هي صديقة ديالك يعني يمكن ما مستعدش لأنها مكالمة ناخدوها بسرعة 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 الوقت الحقيقة ما سنحشي ولكن بسرعة سلام عليكم عليكم سلام أهلاً وسهلاً مرحباً سيديشكم معنا معك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا 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 كان بغير تزوز ومالبعد ما بقاو تفاهمين وما وياها من الأول ولكن في التالي ذلك العلاقة ما بقاو تنعني مزيانة مع كامل لأسف قطعة المكالمة نعود ورجعون هذا الموضوع ساعد تتواصل معنا ما نحصل العلاقة ما عرفنا شيدا بش النوفين وها ولكن جاوبوا على هذه البنية وقالت تشك عليها بزف فعلا هذه نقطة هذه تخي سنسيبل لأن كين بزف دي الناس اللي كيعاني ونفسيا عندهم معاناة وربا مش عندهم كتئاب كيعيشو شي ضغط أو شي حاجة اللي كيوليو كيشكو بزف المغال ديالوم دي ما طايا دي ما مكتئبين ممكن كنتاجيوز ممكن الحالة تنتقل عادي لأن كنا نمتصو مشاعر الآخرين راح كنا نمتصوهم راح كنا نهضر على طاقة راح فعلا طاقة راح نكون لواحد عنده طاقة نقم مني كيكون واحد إنسان اللي دائما متشائم دائما مكتئب رفعلا كيشكل واتقل كيخلق حلجو على الموحيط اللي كين خصوصا لكيكون الأقرب لأنا فاهم هاد البنت هاد مغايم كيش تنقول وفاد الحالة هاد لدك الشخص صفي تخرج من العلاقة علاش لأنا ربما ذك الشخص اللي معاه محتاج مساعدة واب ذاته لأنا دائما كيش كيو مريض نشوفه مريض نفسيا فقد الموت على الحياة مثلا هاد الشخص تقدم المساعدة لنحاول نوجه بالعكس نحاول نوجه نوجه مثلا أنه نفطن شنو واش من أحسن توجه تقول لها هاد شي ديالك بزاف ولا ما متأثر شي فيها هي لك نزداج هش نفسيا إذا واجه هاد شي غي ي أتر فيها هي تعرف صحبتها أكيد وغا تعرف كيف توصل لها أنا جتني عائلة بقى صغيرة مع رشعة شاية أنها بقى صغيرة ربما شخص إذا كان يعرف صديق ديال الشخص اللي قريب لي وغا يعرف الطريقة كيف يوصل لها لي بلا من آدي نفسيا غا نوصل لها لو بشي طريقة اللي ما ديش تحاول أنك ربما تطلب مساعدة ولا تشوف هذا الأخي صائي ولا كان حاول نجل بيدون دي بشي يقلب على مساعدة الحلقة تسالت مع كاميل الأسف ما كان هناش نعود الموضوع مرة شكرا جزيلا دكتورة فاتيمة زهرا وامول أخصائية نفسية كلينيكية شكرا جزيلا لكم أعزائنا على المتابعة وعلى التواصل شكرا يوسف كان معي في إخراج الحلقة عبدالخلق شكرا جزيلا لك تحياتي حنان عزوز كنتم معكم في الإعداد والتقديم مع السلامة